موسيقى عرفاناً بما قدموه وإحياءاً لليوم العالمي للمسنين مديرية التضامن والنشاط الاجتماعي لولاية برج بوري ريج تكرم عدداً من كبار السن المسنون قدموا من مناطق نائية بولاية برج بوري ريج منهم من يعانون من إعاقة حركية فكانت تكرم بكراسي متحركة مزودة بالطاقة الشمسية من شأنها أن تخفف عنهم عناء التنقل المناسبة كانت أيضاً فرصة لتقديم مساعدات وهدايا للمسنين كل حسب احتياجاته السكتر وخيركم بزاف اللي يدي في هذا النعر اللي فكرتونا بيه وهنا ضوك كبرنا وإن شاء الله يخلف بلايسنا واحد يكرمك حاجة نقولوا مثلنا كبروا بينا هما كبروا بينا وإحنا إن شاء الله نكبروا بيهم إن شاء الله تضم هذه الاحتفالية تقديم بعض المساعدات للفئات للأشخاص المسنين وهذا في إطار تدابير التي تقوم بها وزارة التضامن الوطني لصالح هذه الفئة التأكيد على ضرورة التكفل الأمثل بهذه الفئة الهشة من المجتمع خصوصا المعوزين منهم كان في صلب الاحتفالية باليوم العالمي للمسنين نقوم بالمتابعات الطبية أو الصحية عن طريق طبيب الخالية كذلك الجلسات النفسية في منازلهم وكما يقوم المساعدة الاجتماعية والأخصائي الاجتماعي بالتحقيقات الاجتماعية للاستفادة من مساعدات سواء من مديرية النشاط الاجتماعي أو في إدارات أخرى لتكفل بهذا المسن احتفالية اليوم العالمي للمسنين ببرج بوري ريج وإن مست عددا محدودا من كبار السن إلا أنها تحمل في طياتها كل معاني التقدير والاحترام لشريحة أفنت حياتها في خدمة المجتمع الجزائري